اشتركوا في القناة ما زال موجود بالجوزاء لغاية ساعات الصباح بعدين بدو ينتقل لبرج السرطان طبعا القمر الآن موجود في الجوزاء في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 57 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد لينتقل القمر بعديها لمنزلة النثرة طبعا الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بصير موجود في برج السرطان وهي منزلة النثرة هي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر الآن بما أنه موجود في برج الجوزاء لغاية ساعات الصباح معناته بنظل عنا نشاط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغاية جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة المؤثرة طبعا عنا اليوم زاوية تثليت إيجابية ظهرت على الساحة ما بين الزهرة وما بين أورانوس ولكن للأسف طاقة هذه الزاوية ضعيفة جدا ولكن تأثيراتها قوية طبعا تأثيرات هذه الزاوية من اليوم 18-9 لغاية يوم 21-9 ذروتها يوم 29 ساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومنظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين المريخ وهي طبعا اللي أضعفت الزاوية اللي قبلها طبعا هاي الزاوية تأثيراتها حتى يوم 19-9 تجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية أما بالنسبة لتأثيراتها الدولية فهي بتدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيان الزوجية والفساد وبعان الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية هاي إجمالا فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو طرح منتوجات جديدة للأسواق بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين نبتون وحكينا أن هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم عشرين تسعة تجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع يعني نوع من الوسواس القلق الشك الغيري الأحلام وأضغاث الأحلام وبالدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاعات البحرية ربما غرق سفن أو بواخر أو شيء له علاقة بالموانئ وبرضو أو شيء له علاقة بالسوائل أو الغاز اللي يستكشف بالبحار من ناحية سلبية أو كشف بعض الأمور اللي إلها علاقة يعني ببيع مقدرات أو أشياء إلها علاقة بهاي الأمور برضو هاي بتدل على أمور أنه بيزداد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفانات وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع مفاجئ وهبوط مفاجئ ويعني تقلبات بالأسعار اللي بتتعلق بأمور النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 22-9 طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع المنفصلة التي تأثيراتها طويلة لغاية 16-8 طبعا هاي الزاوية ما بين زحل وما بين أورانوس نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي تأثيراتها قائمة حاليا طبعا بما أنه احنا في عنا خلو المسار وفي عنا زاويتين قبل خلو المسار ذكرناهم يوم أمس ولكن تأثيراتهم من موعد بث الحلقة موجودات ومستمرات لغاية ساعات الصباح وشيء لغاية ساعات المساء فعشان هيك راح نعيد زاويتين وخلو المسار الزاوية الأولى هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين نبتون وهاي حكينا أن تأثيراتها يعني دروتها الساعة سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت اللي هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات الصباح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الشمس يعني اللي هي زاوية اللي أصبح القمر فيها نصف بدر لكل ربع الثالث طبعا هاي زاوية راح تتشكل الساعة التسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء يعني ذروتها ولكن راح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات الصباح وهاي زاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للحدث اللي راح يصير طبعا اللي هو خلو المسار اللي راح يبدأ الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساءا من مساء الليل السبت لا يستمر لغاية صباح يوم الأحد يعني لغاية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبصير القمر في هذا الوقت انتقل للسرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بما أن القمر راح ينتقل الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لبرج السرطان معناته منبلش نشعر من هذا أو من قبل هذا الوقت تقريبا بساعتين يعني من الساعة تقريبا ستة صباحا منبلش نشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا ومن مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن أشخاص ممكن يضرفوا الدموع وهم بقلب وصور تذكارية في ألبوبهم يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث إننا بنشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها في هذه الفترة بوسعنا شراء عقار أو استئجار عقار أو بيع عقار أو زراعة نبت ما أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا اللي رح تتشكل وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل اللي هي صباح يوم الأحد لغاية منتصف الليل لا حد على الاثنين هاي زاوية ذروتها ساعة خمسة وثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي تأثيراتها من الصباح لغاية ساعات المساء هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد ذروتها ساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها راح تكون هي زاوية التقابل السلبية اللي بين عطارد وبين المشتري وهاي زي ما حكينا هي تأثيراتها من يوم خمسة وعش تسعة لغاية يوم واحد وعشرين تسعة طبعا دروتها اليوم اللي هو ثمنتعاش تسعة ساعة عشر أو ثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتهدد بالقلق النفسي وبيزيد ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن نتعرضنا لها مشاكل مع العدالة أهم شيء بالفترة هاي تجنب توقيع الوثائق والمعاملات والأوراق أو نتفقدها إذا كنا مضطرين نتفقد كل بند موجود فيها بدقة عالية ونستشير أهل الاختصاص أهم شيء برضو بالفترة هاي ما تقوموا بأي استثمارات أو مضاربات مالية اللي بيشتغلوا بالأسهم والبورصة الفترة هاي بتكون صعبة جدا والمضاربات المالية هاي ممكن تأدي لخسارات تنتهي بدعاوى قضائية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عنا من الآن ولغاية ساعات الصباح صباح يوم الأحد الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيه بالشعب الهوائي والريئتين ووصلات العصبي لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركي والشعيرات وأيضا اللي هي شعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما في ساعات الصباح فهنا بتظهر أعضاء جديدة أكثر حزاسية فبيصير عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجود فيه فهدولا أصبحوا أكثر حساسية من ساعات الصباح بتكون ديروا بالكوا اللي بيشعر بأعضاء غير اعتيادية أعراض غير اعتيادية يراجع الطبيب طبعا أكثروا من شرب السوائل وابعدوا عن المواد اللي بتهيج المعدة في هاي الفترة طبعا لا ينصح بالعمليات الجراحية اللي إلها علاقة بتكميم المعدة أو قص المعدة بالفترة هاي يعني الاهتمام أكثر هو رح يكون اهتمام نسائي أكثر من إنه رجالي لأنه كل الأعضاء لها علاقة بالرحم والمهبل والثدي والالتهابات المسالك البولية والأمور هاي بالنسبة لهذا اليوم طبعا من ساعات الصباح ما في عنا خلو مسار يعني لما نحكي إنه الساعة ثمانية صباحا بنتهي بتوقيت جرينيتش يعني بالنسبة لتوقيت الأردن نحكي إحنا ساعة 11 صباحا فعشان هيك هذا اليوم يعني إذا كانت العمليات الجراحية ما بعد هذا التوقيت يعني ما في أي مشاكل ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها بالبداية أما إذا كانت غير إطرارية ويمكن تأجيلها يفضل تأجيلها بالنسبة لهذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والتجميل يصلح لإزالة الشعر الزائد ويعني نقدر نقول إنه ما زالت الأجواء إنه يصلح لقص الشعر التجميلي فقط لا غير ولكن الصبغ لا والحنة والأمور هاي ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء عشرين تسعة في تمام الساعة ثلاثة وستة وكمسين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع يعني أصاري قل عن المربع باتجاه الهلال عمره اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة عشراء وثلاث دقائق مساءا بيصبح ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي سعيدة الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح ترتفع نسبة السعادة إلى خمسة واربعين في المية القمر في الجوزاء بدينتقل في ساعات الصباح لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية يوم عشرين تسعة هو الآن منتحس بنسبة خمسة عشر في المية اللي هي موعد بث الحلقة في ساعات منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة خمسة وستين في المية وبيضل بهاي النسبة لغاية ساعات الظهر بعدين تنزل نسبة النحوسة إلى أربعين في المية يعني القمر منتحس عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة بعدين بدو يرجع للعذرة منتحس هو بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذرة حتى يوم تسعة وعشرين تسعة سمساء يعني منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بننشطه في أمور الاتصالات والتنقلات والسفريات والامتحانات وظل عندكم نشاط علي جدا ولكن انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة ممكن يصير عطل بسيارة أو أجهزة إلكترونية اليوم أهم شيء اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة يريدوا يركز بشكل جيد وحاولوا أنكم تضبطوا أعصابكم في ساعات الصباح الأجواء بتصير إلها علاقة بالتركيز على البيت والعائلة فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وحتى وإن كثرت حذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن أنك تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك حاول أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك إلى أعباء كثيرة وممكن أنك اليوم ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكم تتجنبوا النفقات ابتعدوا عن نزوات التسوق والمشتريات انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين طبعا هذا الوضع رح يضل ساعات الصباح بعدين من ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران بتقدر تفسح عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك حاول أنك تبحث عن التوافق والانزجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال أهم شيء أنك تحاذر إهمال وضعك الصحي وتجنب الإرهاق إلا أنه هذا يوم صحيح فيه كثير من نشاطات ولكن القمر أضعفها برج الجوزاء بالنسبة للموليد برج الجوزاء طبعا أنتو عندك قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ومن الآن لغاية ساعة الصباح ولكن لا تخلي الملل يسيطر عليك ولا الاكتئاب ولا تخلي حد يشحنك بطاقة سلبية يشحن حالك بطاقة إيجابية طبعا في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن يكون لك بعض اللقاءات الداعمة فعشان هيك كل التركيز رح يصير من ساعات الصباح على الوضع المالي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بظل التعب مسيطر عليكم من الآن ولغاية ساعات الصباح فعشان هيك ما اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة كل ما اقتربنا لساعات الصباح ببلش يخف تدريجيا مع ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك بشكل جيد بتستعيد حياتك رونقها وحيويتك وبصير عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور أهم شيء إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية للفترة القادمة برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء فترة ممتازة برضو بتضل من الآن لغاية ساعة الصباح في النشاطات الاجتماعية واللقاءات مناسبة احتفال زيارة أما من ساعة الصباح الأجواء بتتغير تماما لأن القمر رح يوصل لبيت متاعبك فرح تدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم ونفسيتكم وبتسجل هاي الفترة القادمة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة فبنصحك عدم المباشرة بتنفيذ أشياء تكون حاسمة أو تصدر قرارات حاسمة اتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية وحاول أنك تحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وما في داعي للمغامرات والمجازفات ولا بدخول أي مواجهة مع رؤسائكم في العمل أما في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما فبتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة وبيطمئن بالك لحظ الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها عمل نوع من أنواع التنازلات في بعض المسائل الاجتماعية وحاول أنك لا تفرض سلطتك على أصدقائك أو على الناس اللي حوالك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد واللي عنده سفر بدو يتفقد أمتعته بشكل جيد برضو رح يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بمسائل العلاقة بالامتحانات أو المقابلات فعشان هيك اللي عنده مقابلة أو امتحان بدو يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما من ساعات الصباح يعني بصير التركيز كله على السمعة والمحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنك تنظموا وقتكم بشكل جيد حاولوا أنك تكونوا واضحين في هولوياتكم ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت بتتمتع بسرعة وذكى حاد جدا سرعة خاطر طبعا برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا حاولوا أنكم تدخلوا تعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وركزوا في الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة والميزانية والدفعات والفواتير وديروا بالكوا حد يستغلكم أو حد ينصب عليكم بالفترة ويحافظ على أموالك بشكل جيد ورتب أمورك المالية زي ما حكينا في ساعات الصباح الأجواء بتصير نشطة جدا على أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات ممكن يصير فيه خبر سار من بعيد لأنها هاي فترة حافلة بالنشاطات أنت مقبل عليها بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر أو مفيد وبكون نوع من أنواع الاتصالات البعيدي عندك أو مع أجانب أو حتى أمور إلها علاقة بالمقابلات والامتحانات ممكن تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار وتفاوض وممكن نتعالج بعض المسائل المتنوعة برج القوس بالنسبة لأموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبتظل الأجواء جيدة لتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي أهم شيء أنه ما تفرضوا سلطتكم على أزواجكم أو زوجاتكم ابعد عن الشك وابعد عن الغير قدر الإمكان وحاول أنك تضبط أعصابك بدون مشاكل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي والهدوء والليونة والصبر وبنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية حاول أنك تعدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل قدر الإمكان برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد واصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا إلى صحتكم لأنه ما زالت الأجواء بتركز على العمل والصحة لغاية ساعات الصباح فضبط الأعصاب مطلوب ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم وبرضو ما تخربوا العمل اللي بين إيديكم بتسرعكم أو تهوركم يعني بدأت تكون متأني أما في ساعات الصباح تنجحوا في تعزيز شراكاتكم القمر رح يصير مقابلك تماماً فهاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة طبعاً شراكات مالية عاطفية بتقدر تعزز وتتفق ما بينك وبين شركائك أو ما بين الأزواج ولكن بتظلها فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم إيش إنك تتجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة هاي لأنها سلبية بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث فضبط الأعصاب والتأني مطلوب القمر بيخليك بالفترة هاي مضطرب ومرهى في الحس وممكن تشعر بنوع من أنواع الارتباك أو الغضب يعني بدك تدير بالك برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً من الآن ولغاية ساعة الصباح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً ولكن لا تعتمد كثير على الحضود لأنه القمر ممتحس ولكن بيظل فيه نشاط عاطفي هواية يعني إيش بتحبه أنت ممكن تقوم فيه التقرب من الأبناء من الأحبة فبتظل الأجواء جيدة ولكن ما تفرض سلطتك عليهم في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس هنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم وتكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتعاملوا معاكم بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة وانشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن حاذر من بعض التقلبات الصحية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة والعقارات والتقارب والأمور هاي اللي بتظلها مشغلة فكرك لغاية ساعات الصباح أحباب تنهمكوا بأمور إلها علاقة باستعجار بيت شراء بيت صيانة تصليحات مشتريات حتى لو مشكلة عائلية ممكن تهتم فيها ولكن حاول إنك تقلل من المصاريف اللي إلها علاقة بالبيت أما في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لصالحك بقوة لأن القمر رح يصير في البيت الخامس لا إلك فهنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح وحاول إنك تعالج بعض الأمور بروية مبتعدة عن التعقيدات والعصبية وردات الفعل يعني عادي كون هادي تمشي الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر